فجأة كده بقينا كلنا بصين على الاقتصاد محليا وعالميا والموضوع بقى بيثير اهتمام الجميع سواء محليا أو عالميا فكرة الاقتصاد المحلي والعالمي بقى كله داخل في بعضه وكله بقى زي ما بنقول بيوصل لبعضه لو جينا تكلمنا كده عن الأزمة الاقتصادية العالمية إزاي قلقت بضلالها علينا وإزاي الوضع الموجود في العالم كله وزي احنا بنحاول نشوف مخرج مختلف عندنا هو احنا هقول لحضرتك حاجة هو زي ما بيقولوا كده مصايب قوم إنه ده قوم فوائد يمكن احنا كاقتصاديين من أكتر الناس سعادة باللي بيحصل مش بالأزمة لكن باهتمام الناس بأنها تفهم وتعرف اقتصاد الفرق ما بين الاقتصاد وما بين أي حاجة تانية إن الاقتصاد كنظريات بيطلق عليها بعض الناس ممكن يتكلم عن العلم أو بيدخر العلم في انتجاه معين أو في معرفة معينة بيتجاهل الجزء العلمي أو الجانب النظري فيه لكن الجميل في الاقتصاد إن الجانب النظري أو الجانب العلمي هو جزء أساسي من العمل فيه من العمل يعني وممكننا نطلق على كلمة النظريات نظريات من باب اللي هو الحاجات البلاغية لكن النظريات الاقتصادية هي حاجات قابلة للتحديد أو للتنفيذ على عرض الواقع لما يجبني تكلم عن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها فوال ولها أضرار ده المعروف للاتصاد أي حاجة أو أي مشكلة أو أي أزمة عالمية لازم يكون فيها مستفيد ولازم يكون فيها خاسر وما فيش أي مميزات للمستفيد أو الخاسر أو أي صفات ممكن نتكلم فيها إلا لو كانت حاجة واحدة بس وهو أنت بتشوف مصلحتك فيه وتروح عليها مصر واحدة من الدول اللي يمكن كان نغايب عليها النقطة دي فترة كبيرة لكن بدأنا في فترة أخيرة من مواطن المصر نفسه بيهتم بالاقتصاد وبيهتم بما يحدث يمكن كمية الناس اللي بيتتابع اللي بيحصل في الاجتماعات الفيدرالية الأمريكي البنكي المركز الأمريكي نفسه من المصريين يمكن نسبة فاقة الوصف فاقة توقعاتنا كلنا فالنهار دا نعندي أزمة اقتصادية العالمية فعلا أزمة اقتصادية العالمية ممكن تتحول لسلاح يكسر دهر أي دولة وده اللي حاصل فعلا في عدد كبير من الاقتصاديات اقتصادية النامية أو حتى الاقتصادية الناشئة أو الاقتصادية المتطورة وممكن تتحول لسلاح للتنمية إنها بتكبرك إنك تبدأ تنمية مقصبة عندك وإنك ما تكونش مؤتمد على الاقتصاديات اللي برا في توفير احتياجاتك على الأقل الأساسية ما فيش دولة في العالم بتكفي كل احتياجات بس برضو ما فيش دولة في العالم بتبقى إنها تستورد كل احتياجات وخصوصا لو كانت مداخلها أو مردودها المادة والدولاري قليل جدا فدلوقتي أصبح إن فيه أزمة كبيرة بتتواجه عدد كبير من الاقتصادية العالمية بدأت تخليها تفكر برا السندوق أنا النهاردة إيه أستورد كل إنتاجي أو منتاجي الزراعي رغم إنه لا ما بيتكلفنش حاجة سوى إن أنا استصلح أرض وأستخدم تكنولوجيا جديدة في الرأي مثلا على سبيل المثال سيما حضركم تبتتكلمي دلوقتي نهاردة أنا عندي صحرة الغربية بدأت الدولة تاخد اتجاهات فيها إنها تبدأت تجاهز نهر صناعي والله يرحمه الدكتور كاماري جانزولم كان لو كان موجود كان أشاد بالنقطة دي جدا إنه ده كان مشروع سوى إن تدخلت الدولة وبدأت تحطت شوية ترتوش فبدأت النهاردة أنت بتتكلم عن تطوير الصحرة الغربية وإن خلال سنتين ثلاثة أربعة بكتيره هكون عندي ولو شبه اكتفاء ذاتي من الأمح بعد ما كنت أكبر مستورد في العالم فيه نهاردة أنا بتكلم استيراد مابيل 8 إلى 11 مليار دولار مجرد ما انتهي من تجهيز الصحرة الغربية في الننى كأزراحة هوفر الرقم ده دي حاجة دي بانه النهاردة بدأت الدولة المصرية تقول المستثمر اللي برة تعالى اشتغل عندي المواطن المصر نفسه بدأ يغير تفكيره عن رجل الأعمال طول عمرنا موظم كبير من السينما أو جزء كبير من السينما بيصور لك رجل الأعمال ده كحد لص مستني ياخد فلوسك لا النهاردة بدأت الناس تقول لك لا رجل الأعمال ده حد جاي يستثمر ويستاهل الدعم لانه هو راجل بيفتح مصانع راجل بيبدأ يشتغل بيستثمر عندك الدولة كمان اتغير فكرها في التعامل مع رجال الأعمال بدأت تتخارج النهاردة وبتنسحب من الاستثمار وده الصح انا بتكلم عن ايه الصح اقصادية مش ايه الصح من وجه نظرك انت كمواطن او كحد بيبص النقطة معينة فانا النهاردة لما دعم رجل الأعمال ودعم المستثمر بفتح مصانع ببدأ اطور الدولة نفسها كما بدأت ترفع او تقلل معدلات الضريب على المستثمر الأجناب اللي جاي برد طبعا انا هستفيد من كده ايه هستفيد حاجات كتير انا كدولة مش اخد ضرائب كتير اه بس اللي جاي من برده هيستعين باعمالها من عندي هينتج على ارض ويصنع على ارض هيصدر باسمي فانا اصبح النهاردة عندي منتج كبير او كتير موجود منه في السوق المصري بدل ما انفق بالدولار واشتريه واستورده من برده هبدأ اتعامل بالجنيه هنا فبالتالي الجنيه قيمته هتزيد مع الوقت ده الناس اللي بتبص لقيمة العملة الفرص العمل هتزيد فرص العمل الناتج المحلي بتاعي هتزيد الناتج المحلي الجميل ان الناس بدأت تشيل الحجز الخوف اللي ما بينها وما بين الاقتصاد وده اهم حاجة عايز اقول لحضرتك حاجة في حاجة فيه حاجة في الاقتصاد اسمها السوق او اقتصاد السوق وفيه اقتصاد المواطن وفيه اقتصاد الدولة اقتصاد الدولة نفسها اللي هو الإيرادات والمصروفات والدرائب والحاجات اللي كلها والميزانية والموازنة الكلام اللي هو الخاص بالدول كان مارجريت تاتشر لها جملة عظيمة جدا بتقول إن الدولة صنع سيء وتاجر أسوأ وغير جديدة بالمنافسة محدش يدر نفس الدولة طب يعني إيه صنع سيء؟ صنع سيء الدولة لما تيجي تصنع منتج ما تتبيعهوش بقيمته الحقيقية بقيمته المفروض يتباع بها بالناس لا لازم تتدخل وتبيعه بأقل من القيمة اللي هي مفروض ممكن تصنعه بها ليه؟ كدورها داعم هي عندها دور اجتماعي مش دور مكسبه خلاص مش مكسبه خسارة فبالتالي ما ينفعش تصنع بس ينفع إنها تشارك في مصانع تفضل إنت يا رجل الأعمال أنا هشارك أكلهو ب20-30% ودير وديني في الآخر أرباح تاجر سيء نفس القصة مقدر شبيع للمواطن السلعة بسعرها الحقيق اللي هو اللي هو اللي بيتباع بها في الشارع بسعر العادل بسعر التكلفة طب غير جديدة بالمنافسة معناها إن قطة دي غير جديدة بالمنافسة محدش تقدر لنفس الدول لأنها عندها الإمكانيات أنها تجبر حد أنه يبقى لها بنفس الرقم اللي هي عايزها فبالتالي لكن هي مستثمر ناجح إزاي؟ إن أنا أخش شريك مع رجال الأعمال أخش شريك مع المستثمرين أخش شريك مع الشباب الخرجين أهي الأجواء للمستثمر أعمل طوره أعمل أوصل خدمات بحيث إن أنا أبقى بيئة جاذبة للمستثمر إنه ييجي ويستثمر ويعمل مصانع ويشغل الناس وده النقطة اللي لازم توصل للمواطن نفسه وهنا بقى نيجي للنقطة التانية اقصاد المواطن المواطن هنا رجل أعمال والمواطن هنا هو المواطن العادة الطبيعي لزيينه ترجمة نانسي قنقر